السلام عليكم و اهلا و مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي اليوم ان شاء الله غنحضر معكم فطائر دي البريق ولا البريق دي القهوة غنحضرهم ان شاء الله بطريقة سهلة وسريعة و في نفس الوقت كي يجي وكي مميزين في الشكل ديالهم غنحضرهم ان شاء الله بدون اختمال كذلك غنحضرهم بدون حليب ولا زبدة ولا بيض بوحد الحشوال الاقتصادي وكي جلدي ده بزاف اللي ما غنحتاجوش اكي ينشحروها ولا لنطيبوها المهم يحب دائما نطولش لكم بزاف قبل ما نضزوا الوصفة ديانا ما تبخلوش اللي يابري لايك ديالكم باش دائما بقام حد لكم على الوصفات الجديدة و المميزة كذلك لك توقع زروا قناة ديالي الاول مرة مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي اشتركوا في القناة وفعلوا جرس تنبيهات باش توصلوا دائما بكل جديدي وكما تعودنا دائما قبل ما مبدو اي وصفة منصف الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى والسلام على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد وذو بخليكم مع المقادير وكيفية تحضر بسم الله على بركة الله في الوصفة ديالي ومشان الله غنحتاجوا المكونات اللي بساطين واقتصاديين اول حاجة غنحضر معكم العاجين اللي غنحتاجوا فيه اربعة ديالكووس ديال الدقيق اللي هي اربعمائة جرام كما كان ذكر لكم دائما بالنسبة الناس اللي عم ديم الميزان الدقيق ديالكم وزنوه اللي مكتوش توفروا علي الميزان دقيق غرب له يعني نخلوه والكووس عمرهم غير بالملعقة يعني الكووس ديال الدقيق ما تضغطوش عليه من يتكونوك تعمرهم كذلك ما لاحظتوا معي ضفت معلقة صغيرة غير مملوقة بالميلح وملاح كنبقى لحسب الضوء كذلك واحدة معلقة صغيرة ديال السكار اللي كتبقى اختيارية يمكنكم نضيفوها ولا استغنوا عنها واحد الكيس ديال خاملة الحلويات من وزن ثمانية جرام كذلك غنحتاج نصف كاس ديال زيت نباتي ميبعا ديال خمسة وسبعين ميليليليتر بالنسبة للزيت اللي كنضيفوها على الدقيق كنحاولوا كي نبسو دقيق ديالنا مزيان ولا كندخلو في هالكمية ديال الزيت باش كي كيترمل معانا يعني حاولوا كي تحكوه مزيان بليد ديالكم كميم كلكم تديروا كي اشي غريبه وتغرب له باش كي كتأكدو بني داك الحبيبة ديال الدقيق كاملين تلبسو لكم الزيت ولا ديروا غير كما درتانا يعني كي معستو بزيان بليد ديالي حتى كنو اللي وكي نضغطو على الدقيق وكيتكتل معانا بحالي شكل هدا يا هدا كيعني بلني راح تلبس بزيان بهد الزيت المهم في المرحلة هادي غنضيف معلقة صغيرة ديال خاميرات الخوفز ولا الخاميرات الفورية بالنسبة للخميرة يعني ما حاجتناش فيها تخمرنا العجينة بالنسبة للفطائر اللي انا نحضر معاكم اليوم شاء الله غنحضرهم بدون اختيمار غير هي كنديرو مشوية ديال الخميرة بشكي كي يجو نفتيين ورطبين في نفس الوقت المهم بالنسبة للعجين ديالنا ان شاء الله غنعجنوه بالماء اللي يكون دافي ماشي سخون كنديرو فوقي الاصبوع ديالنا كالقواها غير دافي واول حاجة كنضيفوكي شوية على الخميرة حتى كيدو بوكي الحبيبة دياله وعاد كنكملو بالعجن المهم بالنسبة لكمية ديال الماء غنحتاج ان شاء الله كأس ديال الماء ما ديال مية وخمسين مية ليدر ومنها يكونو كنعجنو العجين ديالنا بطبيعة الحال بالنسبة لعجينة ما كندلكوهاش كما كندكر لكم ولا بغيتوكي الفطائر ديالكم يجيوكم شاشين ورطبين ما دلكوهم مش تدخلو فيهم غير ذاك الكمية ديال السوائل غير بالاطراف ديال الاصابع وكما كتلاحظو معاي بالنسبة لها العجينة هادي كل مرة كنضيفها كاية شوية ديال ما حتى كندخلوه يعني مزيان وكنضغطوها كابلية ديالنا حتى كندخلو بني كاذاك الكمية ديال السوائل ما بقدش عاد كنضيفوه الما مرة اخرى لانا في الاخير بغينا نحصلوها كاية لو الحجينة اللي كتكونو رطبا يعني ماشي قاسحة وفي نفس الوقت يعني ماشي خفيفة اخصى تكونو كاي عجينة شوية شادراسة وهادي هي العجين كما كتلاحظو معاي عجينة رطبا وبني كنقصوها كابلية ديالنا كنلقوها يعني ماشي راخوة المهم بالنسبة لها العجين كما اذكرت لكم ورا ما كيحتاش يختامر فقط غنقطعك بوحة قطعة ديال البلاستيك وغنخليه يرتاح تقريبا كوها العشرة ديال دقايا وبفضل المرحلة هادي غنضوزو ان شاء الله باش نحضرو الحشوة اللي غنحتاج بها حبة ديال البصل اللي تكون صغيرة شوية فانا قطعتك مكعبات صغر بالنسبة للبصل من الافضل تديروك البصل الابيض لان البصل الابيض ضغيك هي طيب عكس البصلة الحمراء كذلك غنحتاج تلاتي الملاعق كبار ديال الخزو ولا الجزر اللي حكيتهم ولا بشرتم وكذلك عصرتم داك الكمية ديال السوائل اللي كتكون فيهم ايضا غنحتاجو ثلاثة ديال ملاعق ديال البضاطا حتى هي حكيتها في الحكاكة ولا بشرتها وعصرتم داك الكمية ديال السوائل اللي كيكونوا فيها كيما كتلاحظو معين بنسبة الخضر ديالنا راناش فيه بحالة شكل وغنضيف عليهم ميتين وخمسين جرام ديال اللحم المفروم ولا الكفتة المهم بنسبة للحشوة كتبقى على حساب الدوق ديالكم ولكن بصراحة بنسبة لها الحشوة دي فيسريعة في تحضر دياله ومميزة وفي نص الوقت يعني كيجيكي واحد ما دق فيها مختلف يعني عكس الحشوات اللي كان طيبوهم وفي التوابيل كما لاحظتوا معي ضيفت ملعقة صغيرة غير مملوقة بتحميرة ولا البابريكا كذلك بنسبة السكنجفير ولا الزنجبيل اما بنسبة الفلفل الاسود دي هو الابزار ما كان كتروش باشا كيالحشوة ديالنا ما تجيش حراء الملح كيبقى على حساب الدوق وكذلك نضيف واحد ملعقة كبيرة ديال البغدونس ولا المعدنوس وملعقة كبيرة ديال زيت زيتون كميم كلكم استبدلوها بالزيت نباتي وكلم يسوم زيان هاد المكونات حتى كيندمجوا مع بعضهم وكذلك نضيف عليهم ثلاثة ديال ملاعق كبار ديال جوب الاحمر المهم بالنسبة للجوبن كيبقى اختياري ولكن بصراحة فهو كيزيد الماضة وهكالحوشوة ديالنات لكم صبحة جاهزة فالمرحلة هادي فالعجين ديالنا كيكون ارتاح كما ذكرت لكم بالنسبة لها العجينة هاديرة ما كتختامرش فقط كترتاح وكترتاب كما كتلاحظو ودب ان شاء الله غنقسموها ولغنكوروها بالنسبة لها العجين هادي يمكن لكم كيتشكلوها كوارات اللي صغارة كما يمكن لكم تكوروها كي الكوارات اللي كيكون اكبر يعني تقسموها غير على جوج وتشكلوها اليوم ان شاء الله غنشرك معكم جوج ديال الطرق وانتم كيبقى على حساب الدوق ديالكم هنا العجينة ديالنا كنكوروها بحالي هاشكال هادا ايام ومباشرة كندوزو باش نشكلوها اليانا العجين هادا رما كيحتاش يرتاح بصراحة بنسبة لها العجينة هادي فهي كتكون عجينة رطبة وملسة وبني كتخدمو بها يعني واحد العجين اللي مريحة في الخدمة ديالا حتى غتجربوها ان شاء الله وغتشوفو القوان ديالا كيداير وبنسبة لها العجين هادا رما ما يحتاجش هديروه للدقيق مني كتسربوه رما كيلتاسق موالو كيما كتلاحظو معي فيدو وسنكو ديالا عجين فاضل مرحلة هادي غنحتاجو لهاد البريق ديال القهوة لي كيكون بحالي شكي الهدايا بالنسبة لهاد البريق غنحتاجو اللي صال ديالا بريق وكذلك الغيطاء ديالو كيما كان عارفوه بالنسبة اللي صال ديالا بريق يعني القاع ديالا بريق كيكون كبار من الغيطاء لهذا ان شاء الله غنحتاجوهم الجوج برا خنشوكلو بهن فطائر ديالنا اول حاجة كنوضعو البريق على القطعة ديال العجين وكنحرفوه كيب سكين بحيط كنحصلوه كيب على دوائر ديال العجين فاضل مرحلة هادي يمكن لكم ديرو سكين ولا القطعة ديالبيتزا ولا بغيتو ما كيجيب ومشن فين يمكن لكم ديرو اكي القطعة ديالشبكية وبنسبة لك الزوائد كنحتافظو بهم لانا غنصرحوهم فيما بعد وفاضل مرحلة هادي غنحتاجو الغيطاء ديال البريق اللي كنوضعوه فوق القطعة ديال الفطائر بحالية شكل وكنضغطو عليها غير شي شوية كيما اذكرت لكم بالنسبة اللصال ديال البريق كيكون كبار من الغيطاء لهذا مني كنضغطوه بحالية شكل كيبقنا كالفارق تقريبا كواحد سنتيم ولا سنتيم ونص اللي كنحدو به وكنجبا كالاصبع ديالي وكنقسم الفطيرة على ربعة ومن بعد كننحرف بالسكين في ذاك البلاسة اللي اللي حددنا بالغطاء ديال البريق وبني كنوصلوه لك البلاسة ديال الاسبوع وكنو وقفوه يعني ما كنقطعوش القطعة ديال الحجينة كاملة المهم يا يحب ايه بنصف الطريقة ديال الخدمارة باينا انا فقط كنبغايا كنشرح لكم بعض التفاصيل وكنجب دوها كالحيجينة ديالنا ولي كنبعدوها عن بعضها بحالية شكل ودب ان شاء الله غنوضعو الحشوة في الواسطة كنديروك تقريبا واحد ملعقة كبيرة بحالية شكل وفاضل مرحلة هادي غنحتاج شوية ديال الماء اللي كندهنو بها كالحيجينة ديالنا باش كتلتاحم معانا وكنهزو هاد الاطراب حالية شكل كنحاولوه كنضغطوه لعالحيجينة ديالنا مزيان باش كتلتاحم معانا وكنزينوه كامل الواسط بواحد اللي لحبة ديال الزيتون حالية شكل وكنحاولوه كنحلو ذاك الوريقات بنفس طريقة دا ايمان كندهنوه كالحيجين ديالنا بشوية ديال باش كيلتاحم لان العجيناء في واحد الكمية كتيرة ديال الزيت اللي ما دهنتوش بالماء ما غادلتاحمش معاكم يعني غاد هرم بعضا. وهدو ما القيطاع كما كاتلاحظو معاي كيجي واكي بحل وريدات. كما يمكن لكم تخدموا بحلية شكل هدايا يعني تكوروا واكي الكويرات ديال العجين وتسرحوهم. ومن بعد كتشكلهم بنفس طريقة يعني كتوضعوا ذاك الغطاء ديال البريق كتحدو به يعني ما كتضغطوش ما كتقطعوش لجينة غير كتحصلوا واكي على واحد دائرة اللي كتخدموا عليها وكتعلموا واكي بالاصبوع ديالكم كتقطعو ذاك اللي علمتو بيها بالغيطاء ديال البريق. المهم توم كيبقى لكم يعني الاختيار اللي بقتوا واكي تعلموا باللصال ديال البريق باش القيطاع كاملين كيجوا كيمساوين بنفس الحجم كما يمكن لكم تكوروهم يعني بنسبة لطريقة ديال الخدمة كتبقى على السبت ضغط ديالكم في الاخير كنحصلوا واكي على فطائر اللي كيكونوا كيب حل وريدات كما كتلاحظوا معي. المهم يا حبائي هذي كتبقى مجرد فكرة حبيت نشاركها معاكم يمكن لكم ديروا البريق كما درتانا ولا ديروا كياجوج ديال القواليب واحد كيكون كبير واحد صغير يعني اكي القاطع ولا المرشم. وكتقطعو به العجينة ديالكم بنفس الطريقة. كيبقى على حسب المتوفر. بالنسبة العجينة ديالنا كما اتكرت الكومرا ما كتحتش تختامر مباشرا بعد ما كنشكلوها. كندهنو اكيها بصفر ديال البيض مع شوية ديال الخل. وكنزينة كيب شوية ديال الجنجلة الابياض وكذلك بشوية ديال الحبة السوداء. تزين كيبقى لحسب الضوء ديالكم. وغن دخلوها ان شاء الله الفرار اللي كيكون عندنا مسخن من قبل. كنحطوه في الجهة الفوق نياب حيط كتكون النار ملتحت. اللي شو علي اللي كتكون مهيلة. كنخليو الفطائر ديال نحتها كيطيبو على خاطرهم. وكذلك الحشوة كطيبة. وكيتحمرونها كي من التحت وكيطلع فيهم تحميرة. يعني كيبقى وكيه في الفوق. حتى كيتحمرون نحتها بجوانب كيبينو كيتقريبا بدو كيطيبو وهما غير في الجهة الفوق نيه. بعد كنحطوه من التحت بيش كيكملو الطيب ديالهم ولا كيزيدو يدهبو. وهدي يكون الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفران كيما كتلاحظو معي كيجوا محمرين من التحت ومن الفوق. بحالي اشكالي ديال. وكيما عودكم دائما كنحن معكم وكيه الوصفة بيش كتشوفوا الشكل ديالهم الداخل كيما كتلاحظو معي كتجي طايبة بالنسبة للعجين ديال الفطائر ولا الحشوة. يعني لما تخوفوا كيه الحشوة تبقى خضرة من الداخل فهي ركت طيب في الفران. وكيما كتلاحظو معي بالنسبة لها العجينة ها دي فهي كتجي يعني كيه بحالي عجينة ديال الحلوة. لهذا نصحكم جربوا هذا الفطائر هادو. مهم يا يا حبائي دون قليلا نودعكم. لك تمازالين كاشهدون احتلالها الدقيقة. شكرا بزاف للمتابعة ديالكم. نطلقوا ان شاء الله في فيديو اخر وصفة ثانية. مع سلامة.